اقتحامات ومداهمات واعتقالات يقابلها تنديدات واحتجاجات فبالتزامن مع اقتحام أفراد من المخابرات الإسرائيلية منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وتفتيشهم المنزل في عملية دهما هي الثانية خلال أقل من شهر قامت قوات الاحتلال باعتقال ثمانية عشر فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منها بيت لحم وجنين الخليل ونابلس ورمالله فضلا عن القدس المحتلة في المقابل نظم العشرات من أهل الشيخ جراح ومتضامنون معهم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس رفضا للأحكام العالية ضد المعتقلين المحتجون رفعوا لافتات تندد بالأحكام الإسرائيلية الجائرة التي تطالب بها نيابة الاحتلال بحق المعتقلين وصفين ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية بوزارة القمع مؤكدين أنهم يرفضون الأحكام الجائرة والتي قد تصل لعشرات السنوات على المعتقلين دون وجود جرائم حقيقية يعاقب عليها القانون الدولي سوى أنهم يدافعون عن أرضهم التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين يوميا تحت حماية شرطة الاحتلال هذه الأحكام ظالمة عنصرية ظالمة كثير بحق أولادنا بحق دورنا بحق أراضينا بحق المعتقلات بكل إشي ظالمين إحنا أولادنا هون ما راحوا لهم ما راحوا لحدا هم اللي كانوا يجي يطبشونا ويطخونا ويغلطوا علينا كلام بذيء إحنا أولادنا عدوان كلهم اللي في السجون حبت الكرامة أنا بحكي هاي واستمرارا لمسلسل التعنت الإسرائيلية اتجاه الشباب الفلسطينية قررت سلطات الاحتلال إبعاد الناشطة الحقوقية محمد أبو الحمص عن منطقة باب العمود وشارع نابلس لمدة إسبوعين بعد أن قامت باعتقاله والاعتداء عليه بالضرب المبرح الحكومة الفلسطينية نددت بالممارسات التعصفية الإسرائيلية اتجاه الشعب الفلسطيني مؤكدة أن السلطة الفلسطينية أنشئت لتكون الأساس للدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 140 دولة من دول العالم في رد حاسم على تصريح لوزير الأمن القومي لدولة الاحتلال المكلف إتمار غفير بأنه سيمحو السلطة الفلسطينية ويضم الأراضي المقامة عليها مستوطنات إلى إسرائيل